السلام عليكم اليوم لدينا صور جديد عن ملعبتها دويرة وفيه ثلاث ملاحظات ملاحظة الأولى هو أنه الأشغال هذه لاحظت أنه فيه العمال عدد كبير من العمال أراهم يخدمون وهذا شيء إيجابي حيث أنه سوف يؤثر على الوتيرة سوف يسريع من الانتهاء الملاحظة الثانية هو أنه لاحظت أن المنصة الشرفية الملعب فيها خصوصية لم أشاهدها في أي ملعب في العالم وهي أنه المنصة هذه فيها أعمدة يعني تعطي طابع عمراني جميل طابع يعني من ناحية التسميم يعني انفرادي للملعب هذا يعني سدي كولون جايين سيلاندريك يعني نوع كولون رومان يعطي طابع خاص للملعب هذا والملاحظة الثالثة هو أنه التغطية من الخارج سوف تكون على نصف العلو من الملعب يعني يكون تغطية جزئية للمدراجات من الخارج يعني الواجهة عن الملعب تكون فيها مغطية نصف برك مغطي والنصف العالي النصف الآخر يعني سوباسمو يكون فيها نصف تحتاني مغطي والنصف الفقاني يبقى يعني مفتوح إذن هذا هو يعني الجديد بالنسبة للملعب دويرا أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة